في خضم احتفالات أستراليا بالتأهد لكأس العالم لكرة القدم 2006 عرض ديفيد داكون الزواج على ساندرا لذا لم تكن مفاجأة أن يصطحب رضيعتيهما إلى روسيا وتعيش أجواء البطولة التي شهدت بزوغ قصة حبه مع والدتها وعاشت الطفلة ايمي التجربة بعد 15 شهرا من ولادتها وكانت ضمن 10 ألاف أستراليا يؤازرون منتخبهم أمام فرنسا بافتتاح مباريات المجموعة الثالثة يوم السبت